هذا يقول أن أمه تمنعه من زيارة أقاربه ومن صلة الرحم هل يطيعها؟ نقول لا لا يطيعها في قطيعة الرحم والامتناع من زيارة الأقارب لأنها لمعصية يعني منعها إياه هذا معصية فلا يطيعها في معصية الله قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن عليه أن يرضي أمه وأن يقنعها عليه أن يرضيها ويقنعها يبين لها صلة الرحم وأنها أمر واجب ولا أظنها إذا أقنعها أنها تمتنع إذا كان فيها إيمان ما تمتنع